لكن في معلومات تانية عن نفس الموضوع مهمة أوي إن حضراتكم تكونوا عارفينها أنا عايز أقولها لحضراتكم علشان لو حد برضو عنده أسئلة في هذا الشأن بقى موضوع الشعر ولون الشعر الأبيض وما إلى ذلك وإزاي إن الشعر يكون صحي أو الناس اللي عندها شعر بيقع ممكن أطفال شعرون بيقع وأحياناً ده بيحصل بشكل واضح أوي في المراهقين كمان تمام؟ سواء الولاد أو البنات ولو إن في البنات أكتر وموضوع بيبقى له علاقة بالسترس وبالعصبية وأحياناً فقوات الامتحانات وأحياناً كتير قوي بسوق التغذية طيب ببقى فيه ضرورة إن إحنا نعرف إيه اللي يخلي الشعر ده في حالة صحية تمام؟ طيب آسف لما بنتكلم عن الشعر الأبيض فإحنا مهمة قوي إن إحنا نبقى متفقين إن إحنا مش بنتكلم عن شعيرات بيضة لأن طبيعي إن كلنا طبيعي إن كلنا يبقى عندنا شعر أبيض كده متناثر يعني أطفال ومراهقين وشباب وبنات ورجال وسيدات مش ده اللي إحنا نقصده مش ده الحالة اللي بنتكلم عنها دلوقتي أو الحالة المقلقة آه يعني فيه ناس كده توقفوا ده من المرأة يقولوا الله فيه شعراية بيضة كده آه تطبيعي شعراية كده طبيعي لكن إحنا بنتكلم عن إيه بقى دلوقتي؟ بنتكلم عن وجود مجموعة أو مجموعات من الشعر الأبيض يعني بنسميه إحنا بنش يعني إيه مجموعة يعني فيه كتلة كده من الشعر الأبيض كلها شعرا بيض كلها شعرا بيض كتلة أو أكتر أو أكتر سواء كانت مجموعة زي ما بقول أو أكتر من مجموعة في الرأس تمام؟ زي ما قلنا إن اللي بيحدد لون الشعر هو صبغة موجودة في الجسم اسمها الميلانين المسؤول عن إفراز الميلانين ده خلايا خاصة في الجزء الأوسط في الغدة النخامية في المخ اللي هي اسمها الغدة الإيه؟ الغدة المايسترو لأن هي بتتحكم في إفرازات معظم هرمونات الجسم الغدة النخامية دي زي ما بتتحكم في إفراز هرمونات كتيرة جدا بتفرز هرمون بيحفز الخلايا الصبغية خلاص اللي هي الميلانوسايتس عشان تكوين الميلانين وأصل المسألة بقى يعني اللي بيتصنع بقى إزاي حدوث عملية أكسادة لحمد أميني موجود في الجسم من الأحماض الأمينية اسمه تيروسين بعد ما بيحصل له أكسادة بيحصل بعدها عملية في الجسم برضو اسمها بالمرة أو بالإنجليش يعني أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الطبية حاجة اسمها بوليماريزيشن بعد البوليماريزيشن دي بتنتج بعدها مادة الميلانين والمسؤولة عن لون الجلد والشعر والعين الميلانين ده هو اللي بيتحكم في لون الجلد والشعر واللون العين اللون النني بتاع العين تمام عشان كده بنلاقي حد عيني خضرة ناس جلدها مائل إلى أن هما يكونوا صمر شوية أو بيد أو اللون الأمحي وهكذا وكذلك في الشعر بنلاقي الشعر الأسود والشعر البني أنا أتكلم على الأحوال الطبيعية اللي هي من غير سبغات ومن غير أي حاجة على فكرة في معلومة مهمة أوي عايز حضراتكم تبقوا عارفينها معلومة مهمة أوي كل الناس عندهم نفس العدد من خلايا الميلانوسايتس كلنا عندنا نفس العدد من الخلايا اللي هي بتصنع فيها الميلاتينين الميلانين أصلي اللي بتصنع فيها مادة الميلانين اللي هي بتدي لون الجلد والشعر والعين زي ما قلنا طيب الكمية بقى اللي بتنتج من الميلانين بتختلف من جسم إنسان لإنسان آخر حسب خرطه الوراثية يعني حسب الجينات يبقى الجينات هنا هي اللي بتتحكم في الكمية اللي بتطلع يعني مثلاً لو افترضنا إن إحنا عندنا كلنا مثلاً ده مثلاً ده خيولي يعني عندنا مية خلايا كلنا عندنا المية خلايا لكن في حد عنده المية خلايا دول وظيفياً 99 شغالين في حد تاني عنده 30 بس في حد عنده 45 تمام؟ الجينات بقى هي اللي بتحدد عدد الخلايا اللي بتفرز الميلانين وده بنتكلم من الناحية الوظيفية الميلانين ده مادة الميلانين ده مادة مهمة مش بس بتدينا لون مادة الميلانين دي حاجة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى لإن الميلانين بيحمي الجلد من أخطار الأشعة فوق البنفسجية وبالتالي الميلانين وجوده يعني بيقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد الله معنى كده إيه الناس اللي عندهم ميلانين ده كتير فرص إصابتهم بسرطان الجلد يعني ربنا يعافي الجميع بتكون أقل أقل من الناس اللي ما عندهمش اللي هما بيبقوا ميلين للون الأبيض قوي تمام؟ يعني كل ما البشرة اسمرت بشكل طبيعي مش مش إحنا اللي بنصمرها بشكل طبيعي كل ما البشرة دي كان عندها وسائل حماية أو وقاية ضد أنواع من سرطانات الجلد كلنا عندنا الميلانين زي ما قلنا بنسب متفاوت طيب نيجي بالجزية اللي قلت لحضراتكم هقولها لكم بعد شوي إيه هي العوامل اللي تحافظ على صحة الشعر؟ ده بشكل عام بقى عند الكبار والأطفال كبار السن والشباب والمراهقين والمراهقة إيه اللي يخلي الشعر في حالة صحية؟ ولما الشعر يبقى في حالة صحية ده بالتالي هينعكس على إيه؟ على عدم موجود حاجة أو أكتر من العوامل اللي بتساعد على ظهور الشعر الأبيض بسرعة الله يعني إحنا شعرنا لما يبقى في حالة صحية الشعر ما يبيضش بسرعة اللي جاب أه هقول لكم حاجة مثل دارج كده مش مثل يعني قصدي حالة دارجة نبص نلاقي كده نقول إيه؟ نبص نلاقي حد اتعرض لمثلا لموقف في حياته أو فترة في حياته كانت صعبة تمام؟ فنلاقي شكله كده تغير انعكس على وجهه بتاعه نلاقي شعره بيض فيقوله إيه؟ ده ده فلان ده ده بسرعة كده شعره بنع ليه العجز فاهمين قصدي؟ أحيانا ده بيكون بسبب الاسترس وأحيانا أكتر بقى اللي يأثر على الحكاية دي أكتر نقص عوامل محددة أول هذه العوامل يعني وجود بقى العوامل دي بالعكس وجود العوامل دي يخلي الشعر في حالة صحية ممتازة إيه هي العوامل دي؟ يلا بقى كلكوا ركزوا وطبقوا بقى اللي أنا بقوله أول عامل يخلي الشعر في حالة صحية ممتازة هو فيتامين به 12 يعني نقص فيتامين به 12 يفقد الشعر جزء كبير من صحيته تمام؟ فيتامين به 12 ده موجود فين؟ موجود في الكبدة والقلب والكلاوي واللحمة والفراخ والسمك والحليب اللي هو اللبن اللبن الحليب ومشتقاته والبيض حمض الفوليك أو الفوليك أسد بيساعد على امتصاص فيتامين به 12 طيب إيه اللي يمنع امتصاصه بقى؟ يعني احنا هو بنكله بنكل اللي أنت قلت وهو بس ممكن بعد الشر امتصاصه في الجسم ما يحصلش ليه؟ لو الشخص ده بياخد مضادات حموضة كتير مضادات الحموضة بتاعة الحموة دي خلاص أو ملينات أو أدوية التشنجات أو الكحول أو بعض أنواع أقراص منع الحمل تاني عامل يقوي الشعر هو الزنك وبخلاف طبعا أهمية الزنك الفائقة لجهاز المناعة فالزنك ده مهم برضو قوي إنه يخلي الشعر في حالة صحية ممتازة الزنك موجود في إيه؟ في الأغزية بتاعتنا موجود في اللحوم الحمراء غير المصنعة والبقوليات كلها والمكسرات ومن بينها الفول السوداني والبيض والشوكولاتة الداكنة والحليب ومشتقاته وحاجات بقى تانية كتير قوي التوم والطمر اللي هو البلح والرمان والعسل السود والأفوكادو والكيوي والجوافة والسمسم والبطاطا والفصولية الخضرة والحبهان والزعتر والكمون والكراويا والينسون والجنزبيل شوفوا كام حاجة بقى بسخلوا بالكم الشاي والقهوة من أكتر الحاجات اللي تمنع انتصاص الزنك في الجسم وكمان بعض مدرات البول وبعض العلاجات الهرمونية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة